اهلا بكم وابتوقيت مصر حلقة جديدة نناقش فيها المشهد السياسي في مصر والولاية الجديدة لرئيس الجمهورية بالمنظور كتلة الحوار التي تأسست على هامش الحوار الوطني كما نتطرق إلى الوضع الاقتصادي في مصر في ضوء مشروع الموازنة العامة للحكومة والتي تضم ولأول مرة الموازنة العامة للجهاز الإداري وكافة الهيئات الاقتصادية كما نلتقي مؤلفة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي أثار جدلاً واسعاً أثناء عرضه في موسم رمضان الدرامي فاصل ويبدأ النقاش على هامش جلسات الحوار الوطني بمصر أعلن عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى كتلة الحوار والتي ضمت عدداً من السياسيين والحزبيين السابقين ومجموعة من الأكاديميين والمستقلين وخلال فترة وجيزة بادرت الكتلة بالإعلان عن تأسيس عدد من الكيانات التابعة لها مثل مركز للدراسات ونادي للمصريين بالخارج كما تحرص على إصدار مواقف وبيانات حول التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد وحول الكتلة وتأسيسها ودورها معي في هذه الفقرة مهندس باس العادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار أهلا بك ما تدافع لتأسيس كتلة الحوار؟ الحقيقة المسألة ولدت من رحم الحوار الوطني من تفاصيل الحوار من المرحلة الجديدة اللي بتتولد لقينا إنه الحوار أنوان المرحلة وإنه من الطبيعي وحضرتك تعرفي في عالم السياسة إن المراحل بتولد كيانات سياسية زي مثلا تاريخ الوفد وبدايته فأنا شفت إن المرحلة دي مبشرة ومنزرة بتغيير كبير وإنه التغيير ده لازم يكون لي أنصار ودافعين وناس تمد جسور الثقة وتخلي النظام يثق في التغيير ده ففكرت بنجوها الحوار الوطني وأطلقنا شهادة ميلادنا كانت 23-25-23 فيها شكلنا توجهتنا وهكذا حداك بتقول إنه النظام يثق مين اللي يثق في مين؟ المعارضة اللي تثق يعني المعارضة تثق في الأقلية اللي بتحكم ولا الأقلية اللي بتحكم هي اللي تثق في المعارضة اللي بتقول رأيان اللي دورها أساساً هو تصويب مصاري الحكم صحيح هو المفروض كل الأطراف تثق في بعض مش معنى إن إحنا مختلفين إنه نفقد الثقة في بعض أو نخوم بعض والدولة لما جات الدولة الجديدة اللي موجودة بالنظام السياسي اللي موجود جي بعد ثورتين فعنده شك وعنده بيحافظ على الدولة وكان فيه إرهاب وكان فيه شكوك مشروعة إن البلد بتحاول إن هي تلم نفسها وجايز ده اللي يغفر للفترة اللي فاتت إنه السياسة كان فيها انغلاق شبه يعني كامل لكن لما الدولة تقول أنا هفتح وأنا هبدأ مصار جديد دورنا إحنا الوطنيين والسياسيين إن إحنا ننضم لهذا النظار نوسعه ونكبره نحاول نستفيد منه نوسع الناس اللي هتستفيد بيه عشان كل البلد تستفيد بله الكتلة ليست حزب وليست جمعية أو نقابة ما توصفها القانوني والسياسي كتلة الحوار هي يعني مجموعة سياسية إحنا حاليا حزب تحت التأسيس برضو لو حرج بتتكلمي على القانون إحنا قدمنا ورقة لجلسة الأحزاب بإننا عايزين ننشأ حزب وبتدينا التوكيلات وجمعنا تقريبا حوالي 500 توكيل يعني إحنا في مصار جمع التوكيل حزب تحت التأسيس ده كيان قانوني بالنسبة للكتلة إحنا بنشرع وبنجهز الوقت لجمعية تبقى موجودة ومؤسسة باسم كتلة الحوار لكن في النهاية أنت عارفة حضرتك السياسة شرعية والشرعية تم اكتسابها من جلسات الحوار الوطني من بياناتنا من تواجدنا من إنه الناس اللي موجودة في الكتلة ناس قديمة الكتلة كان لها العديد من الأنسطة منذ تأسيسها ونظمت فعليات في الشارع كيف سمح لها بذلك في حين أنه أحزاب لها شرعية موجودة بالفعل لا تستطيع أنها تخرج للشارع أو تقوم بنفس الفعليات صحيح إحنا نظمنا فعالية في الشارع واحدة وفعالية تانية في مكان فعالية اللي في الشارع كانت وقفة عشان غزة دي كانت على رصيف المقر والحقيقة يعني هما ما كدوش خبر الشرطة جات لنا واضطرنا يعني ما كانش المسألة بالأريحية اللي حضرتك متخيلها أو بالظن اللي حضرتك متخيلة أو أي حد يتخيلها ممكن أنا ما تحدثش عن الفعالية دي تحدينا تحدثت عن الفعالية اللي تمت في إحدى المحافظات وكانت تقريباً ألف شخص مدعو فيه ألف وألف برة في الأقصر دي التانية إحنا حضرتك قدمنا في المحافظة دي قاعة المؤتمرات الأساسية في المحافظة كان قبلها بيان سابق إن إحنا ما عندناش مرشح للرياسة ما بنتبناش مرشح لكن بنتبنى برنامج وعملنا البرنامج وقدمناه في البرامج وكنا بنعمل مؤتمر لتشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات أي أن كان الرأي صح أو غلط من الإطار ده ومن التنظيرة دي سمح لو ما كانش هيسمح ما كناش عملناه لكن سمح الموضوع وإحنا الحمد لله عندنا لجنة هيلة في الأسر قدرت تحشد هذا الحدث والحال الحدث أنا معاكي هو كان غريب لكن هو يحسب لنا وللدولة مش ضده مصادر تمويل الكتلة مين؟ شوف يا حضرتك مصادر التمويل أنا راجل عندي شركة بشتغل بقالي 30 سنة زي كتير في الكتلة الأحداث بتاعتنا كل الناس بتمولها فإحنا بيمولها من جيوبنا ونفسنا برضو يبقى عندنا مصادر تمويل أعتبر أن دي دعوة يعني إحنا فعلا نفسنا ينضم لنا رجال أعمال ويموله عشان نقدر نعمل الفعاليات الكبيرة اللي موجودة لأنه حضرتك الظن بأنه أي حد بيعمل فعاليات ففين مصادر تمويله؟ لا هو العتب على اللي عنده حزب سياسي بقاله 20 و 30 سنة ومش عارف يعمل فاندريزن مش عارف يعمل تمويله مش عارف يبقى أمل للناس فمحدش بيموله ولا حتى أنصاره ولا أعضاءه بيدفعوا فيه دعوة بقى أخر مين الجهة من المستهدفين من كتلة الحوار؟ المستهدفين حضرتك المينستريم في الشعب المصري طيار الرئيسي المصريين لا هم مع المعارضة الجارحة ولا هم برضو مع موالاة الطبيل مصريين مش كده مصريين شعب وسطي أنا بستهدف عموم الشعب المصري الوسطي اللي هو عايز ناس محترمة تتولى الإصلاح السياسي جدين هادفين يشوفوا ناس زينا بيعملوا مركز دراسات بيطلع أوراق قدموا برنامج تبنيناه ما تبنيناش مرشح لأنه مش كل المرشحين على نفس أفكارنا احنا كلينا برنامج رئاسي كامل وقدمناها لحملة السيد الرئيس وقدمناها لحملة الأستاذ فريد زهران وبعتناها للشعب الجمهوري المهندس حاسم بعتناها للكل ونشرناه هل تم الأخذ بيه بعين الاعتبار؟ يعني أنا نهارده التوجهات اللي قالها الرئيس أو الرئيس اللي قالها في اليوم التنصيب السبع توجهات جزء كبير جدا منهم متاخد من البرنامج وهي توجهات طبيعية الاهتمام بالمواطن والصحة والصناعات والتوطين الصناعات والتصدير الميزان التجاري وهكذا فبيتم الأخذ بيها فجايز الناس شايفانا شوية جدين وشوية بنكتاهج الكتلة بدرت أيضا إلى تشكيل عدد من الكيانات زي نادي المصريين بالخارج مركز دراسات وحكومة ظل وغيرها من الكيانات إيه الهدف منها؟ الهدف إنه إحنا يبقى عندنا كيانات وما كان فاعلة على فكرة في حاجات تانية فيه النادي الاقتصادي والنادي الاجتماعي فيه مدرسة المحليات ده مشروع كبير جدا بيستهدف خمس سلاف شاب لنزول المحليات إحنا بنعمل مسرحية عمل درامي عن قانون المحليات خلصنا النص مخرج بتمولنا وفي المسارح البسيطة هنعرضه إحنا بنستهدف العمل السياسي برؤية جديدة ومختلفة حكومة الظل ده في العالم كله أي معارضة أي معارضة أي إياه أستاذ الاسماء معارضة عندها حكومة ظل طالما ما بتحكمش هي عندها حكومة أعدة للحكومة نا لا بس أنت مبتقولوش أن أنت معارضة بنقول أن احنا بنقدم نفسنا أننا إصلاحين حضرتك كنت قيادي بالأساس في عدد من الأحزاب زي حزب المصريين الأحرار والدستور لماذا لم تنجح هذه التجارب؟ لا شوفي حضرتك أنا كنت قيادي في الغد ده في 2005 والوفد والمصريين الأحرار والدستور وأخيرهم المحافظين اللي اختلفت في وقت الحوار الوطني وخرجت من المحافظين الحقيقة أنا ابن التجربة الحزبية المصرية وتعلمت كتير في التجارب دي ولأنه ما لقيتش تجربة يعني في الآخر تقدر توصلني اللي أنا عايزه النجاح والفكرة الأساسية لأنه خلي بالحضرتك كل جيل محكم بمعرفته وبسنه وبطريقته في الإدارة وأنا بقيت مختلف من الطريقة دي بقى عندي فكرة جديدة أن احنا نقدمها وأنا الأوان أن مصر تقدم أجيال جديدة مصر حكمها ناس كان عندها حاجة و30 سنة حكمها مش بس بقى ومفي حزب يعني تاني فمن حقنا أن احنا النهاردة يكون لنا دور وبعدين حضرتك أنا بسمع دايما في البرامج عند حركة وكده الناس بتعيب على الأحزاب في مصر والتجارب الحزبية في مصر وأنها ما قدتش دورها ما ده سبب من الأسباب أنا جايز كنت في تجارب ما لقيتاش نجحت فعايز أروح تجربة بتاعتي وبتاعة المجموعة اللي معايا اللي هم إيدهم بإيديا وبشتغلوا كمان أكتر مني والنجح التجربة يعني ده ده سياق طبيعي لأن التجربة الحزبية مش كوي يعني حضرتك بتتكلم أنه عدم نجاح التجربة مع الأحزاب الثانية إن هي كانت مختلفة فكريا أو مقدرتش يتوصل من هجابك وما فيش نتيجة أنا ما حستش بنتيجة حقيقية بما كانت سياسية شغالة بتنتج أفكار بتنتج فعاليات فيها ثقة قادرة تقدم نفسها لكل الأطراف بشكل متوازن وعاقل أنا حضرتك إحنا نجموعة بنفكر بالشكل الوسطي المتزن للعقل كل الأحزاب والطيارات بتميل في اتجاهات صرفة يعني واضحة وحدة إحنا مش حدين إحنا جايين نمد إدينا بالإصلاح ونتعامل مع الجميع أنا عارف اللون ده غريب شوي نمد إديك بالإصلاح لمن؟ للدولة؟ للدولة آه طبعا للدولة لأنه في خلاف في طريقة الإدارة في مشكلة في الإدارة إحنا بنقدم بياناتنا نقول إيه إحنا عندنا خلاف عندنا رأي آخر ما هو معنى أن أنا عندي رأي آخر وعندي بديل إذن أنا مختلف على ما هو مطروح مختلف على السياسيات شايف حيات كتيرة جدا كويسة عملت لكن عندي ملاحظات كتيرة جدا على اللي تعمل كم عدد أعضاء الكتلة؟ حتى الآن إحنا ممكن الأعضاء العاملين اللي بيروحوا ييجوا ممكن يبقوا 150 مثلا من 100 يعني 130-150 لكن التوكلات دي ناس بعيدة في المحافظات ما بنقابلهاش كلهم قربنا على الخمسة من التوكلة البعض بيرى أن الكتلة ظاهرة إعلامية وتوجودها في الحياء السياسية عبر البيانات الصحفية فقط دون تأثير فعلي ما مدى صحة ذلك؟ شوفي أنا هقول لك حضرتك إحنا مجلس الأمنة بيجتمع فيه ما يزيد عن 35 شخص ما بين أكاديميين وناس كوادر سياسية ونواب سابقين وفاعلين في الحياة السياسية وأدباء ومفكرين وأعضاء جمعية نشرين واتحاد كتاب كوادر من الدولة وكل أقوزارة عاملين الآن في الدولة 3-4 ومديرين عموم فيه ناس موجودة منضمة ومؤمنة بينا إحنا الحقيقة بس فقدنا الثقة في نفسنا يا سيدا ناس موجودة خليني فيه حد يقدر يلم الناس أو يكلم الناس كلمة عدلة مظبوطة هتتعمل حقيقية ما بيتجرش بالناس ولا حنجوري ولا بيشد الناس بالكلام وخلاص وشوية كلام وشعارات وفي الآخر فعل ما فيش وأحزاب ما فيش وتكوينات ما فيش وتنظيمات ما فيش ده حال الحياة السياسية في أغلبها إحنا عندنا حاجة مختلفة إحنا كل يوم بنزيد لأن الناس شايفة عمل حقيقي وشايفة شغل حقيقي ظاهرة صوتية ما أعتقدش كنت حرج بتينا لو إحنا حاسة أن إحنا ظاهرة صوتية لو إحنا مش مؤثرين في الحياة السياسية نقولت ظاهرة إعلامية أو إعلامية أنا محتاج الإعلام جدا أنا محتاج الإعلام بس برضو كلمت حضرتك عن وقفة في الشارع وكلمتك عن مؤتمر في عمر خمس شهور حضرتك راجع بقيت الأحزاب اللي بقى لها خمسين سنة شوفي مؤتمراتها وشوفي فعلياتها حضرتك حاولت تأسس حزب في 2013 حزب النيل ولم تكتمل التجربة وتجربة تأسيس الحزب اليوم ما الفرق ما بين التجربتين لا أنتم ذكرين التاريخ جدا معلش فعلا لا دا كويس حزب النيل دا كان حلم بالنسبة لي ووقتها دكتور بردع يكلمني وروحت الدستور يعني كنت فعلا بس كان ليه نسق مختلف نسق شكله بيئي يعني بنتعامل مع النيل مع دول حوض النيل وكان عندنا بلان على النيل أصلا يعني سياسي وفي نفس الوقت بيئي وليه علاقة بالنيل إن هو شريان الحياة كنا بنتنبأ بموضوع أسيوبيا والمية وهكذا وكان التنبأ ما كملش لأنه كان فيه تجارب وتقال لي إحنا موجودين في أحزابه فقلت خلاص خلينا نروح أحزاب أخرى دا كان سبب نقلك لحزب الدستور اه أنا دكتور بردعي بشخص وكلمني وروحت انضميت له الدستور عشان نعمل تجربة برضو التجربة اختلفت لي لا ما قدرتش حق بصي حضرتك إحنا عندنا أفكار مشتغل على الأرض والناس مختلفة الناس طريقتها مختلفة ودكتور بردعي مع احترام الشريط ولا أنت بترغب في الرئاسة وليه لا مش عيب إحنا هنعمل كيام محترم يعني ما فيش عيب إن أي حد يرغب في أي حاجة هو مش اتهام ولا حاجة بتخوف حد لكن لما بتشتغلي مع حد الدكتور بردعي فيه ملاحظات كتيرة على أداء وإنه حتى في لحظة ميش يوساب أنا لمست ده مع الوقت مع احترام الشديد إنه حاول يعمل مجهودي يعني في مصر لكن في النهاية الأداء بتاعه جايز ما يكونش أقنعني أنا لما روحت الحزب لقيته يساري جدا يعني برغم إنه كان بيتقال إنه لبرالي لا الحزب كله يسار وأنا بحترمه أنا كنت لسه في صحورهم من أيام لكن أنا لبرالي أنا ابتديت حياتي السياسية لغد لبرالي الوفد كان لبرالي المصري الأحرار لبرالي فالدستور استضمت بفكرة إنه معظمه يسار واشتراكيين سوريين وكده وأنا نهجي إصلاحي وسطي هادئ بيغير المعادلة الموجودة في دوق الممكن والمتاح اختفيت فترة عن المشهد الإعلامي تماما وعدت بتجربة الكتلة أو عدت تقريبا في الحوار الوطني بعد اختلافك مع رئيس حزب المحافظين هل ده كان بقصد؟ لا أنا حضرتك اختفيت بعد انتخاباتي في 2015 أنا بنزل انتخابات مجلس النواب من 2005 أنا نزلت قدام الحزب الوطني ونزلت قدام الإخوان في 2011 و12 وكنت ضد الإخوان وكنت مع الطيار اللي برقلي ونزلت في 2015 لقيت المودة تغير تماما يعني كان موضوع مختلف تماما وأنا دايرتي مدينة نصر نجح فيها ثلاث زباط وما كنتش متصورة يعني النتيجة ما كانتش بالنسبة لي مرضية وحسيت إن الأجواء رايحة في سكة تانية خالص يعني في موضوع تاني في برلمان 2015 فحسيت إن الوقت مش وقتنا وقلت استراحة محارب لأنه ساعات بيبقى دورك في المعركة أنك تحافظي على الجندي يعني الجندي يفضل موجود طب بيبقى مكسر واختفيت اختلفت ليه مع رئيس حزب المحافظين قبل دخولك الحوار الوطني؟ الحقيقة إحنا عملنا أكتر من تصويت داخلي في الحزب على المشاركة في الحوار وكان دائما التصويتات مع المشاركة في الحوار وكان كل مرة بيتم يعني إعادة التصويتة يعني ودعينا للجلسة مع الدكتور ديق رشبان ومستشار محمود وروحنا واتكلمنا في المشاركة وطبعا رئيس الحزب كان عارف أن احنا رايحين وكنا متكلمين معاه ففجأت بردة الفعل أنه هو لأ احنا مش هنشترك في الحوار أنا الحقيقة ما قدرش أتصور سياسي مش عايز يشارك في الحوار الوطني مش عايز يشارك في الحوار يعني السلطة بتقدم حوار بتعمل انفتاح بتمد إيديها اللي كانت قفلة كل الأبواب بتقول تعالوا وقولوا وحظيك شفت الحوار السقف فيه مرتفع جدا ليه معتبرتوش أنه ما كانش يعني أنه رئيس الحزب اعتبروا منحة من الحاكم لا دي مش منحة ده حق مكتسبة فبالتالي أنا مش عايز أدخل في النوع ده من الحوارات ده اختيار ده اختيار خلينا نشوف مين هيوصل لنتيجة لتغيير هذه البلد للأفضل من يراها منحة ولا من يراها محنة ولا اللي عايز يشتغل طول الوقت ويقدم جديده وبيعافر وبيبني طيارات حقيقية وكيان سياسي مدينة تماما على أسلوب الحركة المدنية وقلت أن محتاجين نغير النوع ده من المعارضة ليه؟ بصي حضرتك أنا أولا مش يساري الحركة المدنية كلها يسار متحركة عارفة أن مصنع اليسار ده في روسيا قفل قفل وبعوه يعني من زمان فاليسار محتاجي يجدد نفسه مسألة كمان احتكار المعارضة أن المعارضة هي الحركة المدنية يعني الفكرة دي اللي هي بيتم التسويق لها فكرة بالنسبة لي مزعجة جدا أنك تحتكر أي شيء يعني أي مكان وإنه اللي مش معانا فهو مع السلطة أو الكلام الخايب ده اللي بيتقال برضو كلام مش في العمل السياسي يعني الكلام ده مسائل التخوين والكلام نهاية ما نخافش منه وكمان نحب يمتعد منه فإحنا عندنا أداء الحركة المدنية بقالها سنوات طويلة واشخصهم بقالهم 40 و50 سنة مع احترام الكامل ليهم عملوا حاجة غيروا حاجة هل في تغيير؟ هل حضرتك لمستي أي تغيير بأي أداء؟ ما حصلش طيب ما تسيبوا تجربة جديدة ما تهجموهاش هي وقفة في منطقة محترمة إصلاحية بتقدم دايما رؤيها بتقدم حلولها سيبوها تشتغل من قبل ما تهجمها ومن قبل ما تقول عليها لأنه في النهاية ما فيش أكتر من الاتهمات في العمل السياسي يعني اللي بيرد على حضرتك دايما الممارسة والمستقبل وعملنا اللي قدمناه واللي لسه هنقدمه إن شاء الله مش قلقان من إن أنت مختلف مع رفقائك يعني في الطريق حتى وإن كنتوا مختلفين فكرياً لكن ده اتهام واضح للمعارضة أو للحركة؟ بصحرك هم كلهم أصدقائي وفي منهم جمل صحور بتاعنا وإحنا بنروح لهم وكل حاجة على المستوى الشخصي إحنا أصدقاء لأن إحنا نعرف بعض من عشرين سنة إحنا كلنا عارفين بعض كويس وأنا محدش هيزيد علي أنا معارضة مبارك أنا كنت مع أيمن نور ونزل ضد مبارك أيام ما كانت برضو الناس بتخاف من خيالها لكن إنت لما نزلت انتخابات حزب الغد وقتها إنت ما فزتش في الانتخابات؟ أوصلت لأتي التاني في 2005 حضرتك ما كانش في حاجة غير الحزب الوطني ده كان بيتقال عليه الحزب على اعتبار إنه ما فيش غيره كلمة الحزب معرفة بقل دي كانت مصر مصر دي إحنا نزلنا وتحدينا فيها الواقع إحنا شباب من أغلى التغيير إحنا كفاية إحنا صورة يناير إحنا صورة 30 يونيو فيش حد يقدر يزايد علينا كنا ننتهج نهج مختلف بأداء مختلف بمجموعات مختلفة بشكل سياسي آخر ده ما يخرجناش برعبائة الوطنية كيف ترى الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه المنصر؟ أنا شايف إنه الولاية الجديدة دي ولاية مبشرة جدا أولا هي آخر ولاية تبقى للدستور وآخر ولاية بتبقى مخاوف الحاكم فيها قليلة جدا بيبقى منطلق أكتر يعني عنده انطلاقه في التنفيذ عنده كذا الصعاب والتحديات الرهيبة اللي قامت بيها مصر آن الأوان إنه إحنا نجني السمار يعني الناس تبنى وتعامل وتصرف على الإنفاق وتثبيت أركان الدولة وإصلاح الاقتصادي اللي تعب الناس كلها والناس ما زالت مرهقة منه حتى اللحظة آن الأوان إنه يبقى فيه انفراجة مغيرة فأنا عايز أقول إيه؟ ليه متفائل؟ لأنه الصعب عد أو أكتر الصعب عد فأتصور إن إحنا مقبلين على مرحلة جني السمار وده واضح في خطاب الرئيس في خطاب التنصيب إنه بيتكلم عن سبع نوايا جديدة الكلام اللي إحنا بنقوله في الشارع لعلاقة بالمواطن والصحة والتعليم فأنا متصور إنه من وحي القراءتين دول إحنا مقبلين على فترة كمان مش عايز أنسى إن المرحلة دي ابتدت بالحوار الوطني بإنه الانغلاق الكامل تحول لانفتاح كبير بلاش أقول كامل بس كبير وواسع والدولة سقف المعارضة داخل أروقتها كانت في منطع القوة وحضرتك أكيد وصلك كل اللي تقال في الجزء كبير من المخرجات تنفذ الرك علينا على فكرة فيه دور على الدولة وفيه دور أنا بيتفتح لي طاقة عايز أحولها شباكة أحولها باب أحولها مصار كبير عشان الناس تنطلق فيه إحنا بنحمل هذا اللي هو إن إحنا نتبنى ده ونكبره مهندس باسل عادل رئيس كتلة الحوار شكرا جزيلا لوجودك على شاشة دي بيس الجودة برضو على قد استعار يعني جودة كويسة مقابل استعار بتاعها يعني مثلا لو أي فرن هنا هتلاقي الأسعار معدية المية طبعا المحلات اللي هي البرندات الكبيرة معدية المتين وتلاتين ده عشان وصلت للمصنع أنا وصلت اليد الأولى عشان كلا جبت وليك وجبت للمواطن يشتريه بالسلمة الشايفة بـ 75 جنيه حتى الزمون بيجيشتريه الزده بـ 75 هو معمود بإيه هقوله كله وشوف إحنا لازما لازما هنعمل عشان خاطر للأطفال دي كلها تفرح إن إحنا مش هينفع نجيب من بره الكيلو أصلا مفهوش بركة بتاع بره دوت مفهوش بركة وأنا عندي حماياتي جايبة ما شاء الله تسعة والتسعة دولت عيان دوم عيال طبعا الخامات عالية جدا عن السنة اللي فاتت الخامات غالية جدا اللبن دوقتي بتوانية وثلاثين جنيه ومثلا اللبن المخشوش اللي هو بيبقى مثلا عليه مية أو كده بيبقاش لبن تمام واحد تلاثين تلاتين حتى البيكن بودر اللي هو الكيس اللي هو العالية ده غلي كل الحاجات دي غالية جدا فودي إيه بردك وكل شيء غلي كل حاجة غليت فأكيد طبعا هنفرق طبعا في الموضوع اللي هو الكمية بدل شوالين شوال واحد عشان خاطر للأطفال جيب برمضان بقنا نجري بقى لجمة جمعية من أي حتة يعني فيها بقى يدهونا بقى إيه باكوين بتبقى كيلو السكر بقى يدكي كسين بس بخمسة لخمسين لكن الشرطين من البارد دهونا غالي منلف على الجماعات بتاعي نحن عندها جماعتين هنا واحدة في الميدان واحدة هنا بالعافية ما تلاقي فيها لأول مرة قدمت الحكومة المصرية مشروعا شاملا لموازنة العام المالي المقبل حيث يتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية وذلك بفضل تعديل تشريعي أدخل بمقتضى مفهوم موازنة الحكومة العامة ووفقا لتصريحات وزير المالية فإن المشروع المقترح يتضمن زيادات ملموسة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية إذ ذلك وسط قلق متزايد بشأن تنامي الدين العام وأمال كبرى في إتمام برامج التروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجديد وحول الاقتصاد ومشروع الموازنة المقترح يدور هذا اللقاء مع ضيفي بلال شعيب مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية أهلا بك أهلا بك أهلا بك في البداية مشروع موازنة العام المالي 20-24-25 فاجأ الجميع بضم الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية رأيك بهذا القرار؟ بالتأكيد ده كان مطلب اقتصادي من أزل الأبد نحن نكون الناس بتتكلم أنه لازم يكون الموازنة العامة للدولة أنها تكشف كل إرادات الدولة وفي نفس الوقت تكشف كل المصرفات الخاصة بالدولة من غير المقبول أننا النهاردة والدولة وهي بتخطط لمصرفاتها وهي بتخطط لزي تستقطب وتزود وتنمي إراداتها أنه ما يكونش عندي رؤية لكل الإرادات ولكل المصرفات الهيئات الاقتصادية اللي هي كان بتبقى خارج الموازنة العامة للدولة دي كانت مشكلة كانت قنبلة موقوطة النهاردة لأنه ما كانش لا توجد آلية حقيقية للرقابة على تلك الهيئات ما فيش آلية أننا أقدر أخطط بشكل منظم لإزان أنمي إراداتها إزان أنا قادر أعمل حوكمة على المصرفات يعني بضم الموازنة العامة للجهاز الإداري وكافة الهيئات الاقتصادية ده معناه ليه السنديق الخاصة؟ بالتأكيد السنديق الخاصة والهيئات الاقتصادية هي كانت خارج الموازنة العامة للدولة كان هناك بعض الهيئات مثلا خارج الموازنة العامة للدولة تتبع مثلا وزارة زي وزارة الصحة عندها بعض الهيئات فيما يتعلق بنقل الدم أو فيما يتعلق بحاجات زي كده كانت خارج الموازنة العامة للدولة دم يعني أنه لو فيها عندها فائد أموال بتضم على الموازنة العامة للدولة كانت بتقول أنه إجمالي مصروفات الحكومة العامة هيكون 6.4 تريليون جنيه وإيراداتها 5.5 تريليون جنيه حكم الأرقام كيف يحدث أو بعد تصريحات وزير المالية أنه هيكون في فائد أولي بالنسبة 3.5% ما هنا بقى دي إدارة الموازنة العامة للدولة إزاي أن أنا قادرها بشكل يدر حالي فائد أولي يعني خليلا نقول لما بنتكلم النهاردة مع التضخم ومع ارتفاع أسعار الصرف لو شفنا كان هناك نقلة نوعية أنا شايف في بعض البنود يعني لما نشوف النهاردة الانفاق مثلا على أكتر حاجة يتم الانفاق عليها في الدولة هو ملف الصحة والتعليم يعني لما نشوف النهاردة أن ملف التعليم حوالي 700 وحاجة مليار جنيه فالموازنة السابقة لها كان أقل من كده حوالي 150 مليار جنيه التعليم بشكل كبير برضو تم زيادة الانفاق عليه بشكل كبير وبالتالي النهاردة مع وجود النفاقات دي الدولة النهاردة هتمارس دور من أنواع نوع التقشف في بعض المصرفات يعني في حاجات أولويات والمتخذ القرار وهو بيحدد أوجه الصرف هيحدد بعض البنوط هيصرف عليها والبعض الآخر هتكون في مرتبة أخرى حضرتك قلت أن المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة هتزيد لكن بواقع الأمر بارتفاع وانخفاض الدولار والنسبته على مكانة الموازن العامة القديمة وصابقة لأنه ما فيش زيادات بالمعنى المفهوم مصبوط أتفق مع حياتك في جزء منه لكن خلينا نقول أن ده الوضع القائم النهار الدولار النهار ده كان في البنك المركزي والبنوك العاملة في طاع المصرفي كان 31 جنيه النهار ده بديتكلم في 46 في الموازنة السبعة النهار ده 46-47 فبكتالي لما زود 30% هي الفرق آه بس الإيراد جالك منين ما هو الإيرادات سبتة يعني لما ببص على الإيراد بيحصل نموه في الإيرادات لكن في النهاية الإيرادات عندك سبتة منشوف الموازنة العامة للدولة حوالي من 60% لـ 70% من إيرادات الدولة جاي من الدرائب لما منشوف حتى الإيرادات الدرائبية دي أو إيرادات الدرائب في الفترة الأخيرة تم تشكيل المجلس الأعلى للدرائب أعتقد أن المجلس الأعلى للدرائب تم تشكيله لإعادة النظر في موضوع الدرائب في مصر ليه؟ لأن احنا لما نشوف مثلا دريبة المرتبات مثلا اللي هم الموظفين دول أكتر ناس بيدفاعوا درائب هل هتزيد تفتكر؟ لا معتقدش أنه هيكون فيها زيادة لكن هيكون فيها حوكمة أكتر فيه ترشيد في أن أنا أقدر أن أنا أحصل على مستحقات الدولة يعني لما منشوف النهاردة أن السوق الغير رسمي مثلا أنا أنت كنت تتكلم على السوق الغير رسمي إنما بالنسبة لدرائب الموظفين أو اللاية تحت إدلياني لا معتقدش أنه يكون لا 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 بالتأكيد لا فيها حوكمة بشكل كبير مش هيكون فيها زيادة بالنسبة للمرتبات لكن بالنسبة للمتهربين من الدرائب يعني خلينا نتفق أن فيه نسبة كبيرة جدا في مصر متهربة من الدرائب لرافع جودة التعليم يعني الزيادة دي لرافع جودة التعليم ولا لزيادة عدد المدرسين ولا لرافع كفاءة الخدمات التعليمية الثلاثين فيها زيادة لإيه بالزبط؟ من المفترض أن ده يكون كل العوامل يعني خلينا نقول إن فيه نسبة الزيادة السكانية في مصر فيه نسبة معدل نمو سكاني متتالي كل سنة فبالتالي نسبة زيادة سكانية معناها إن أنا مطالب إن أنا أصرف على العملية التعليمية بشكل أكبر إذا بنشوف النهاردة وفقاً والمعدن حوالي 3 مليار جنيه بيتم إنفاقهم على المطبوعات والكتب في المدارس وبالتالي أنا شايف أن ده حتى وفين التابلت؟ ما هو ده ده السؤال اللي هو ترشيد الإنفاق العام يعني ترشيد الإنفاق العام يعني نحن محتاجين نحن ندير القطاع العام بعقلية القطاع الخاص وزير المالية مصرح إنه الحكومة بتستهدف نمو الإرادات غير الضربية بنسبة 60% والإرادات الضربية بنسبة 30% هل هناك ملمح واضح إزاي هيتم زيادة الإرادات غير الضربية بنسبة 60%؟ هي الوزارة المالية الحاداتي ما أبدتش خطة واضحة لكيفية زيادة الإرادات لكن أنا أقدر أتوقع بما سيحدث يعني المجلس الأعلى للضرائب اللي تم تشكيله مؤخراً أعتقد إنه هو تشكيله بغرض عدة أهداف أول حاجة نقدر نقول تحقيق نوع من أنواع العدالة الضربية لأن من غير المقبول أن المواطن البسيط اللي هو اللي بيدفع ضريبة المرتبات في حين أنت عندك سوق غير رسمي جزء منه ما بيدفعش ضريبة أصلاً لأن ما فيش هناك مستناد ثبوتية حتى الدولة ما تعرفش عنه أي حاجة جزء تاني متهرب من الدرائب فأعتقد إن المجلس على الدرائب سيعيد خريطة الدرائب في مصر بمعنى مين الناس اللي مستحقة تدفع درائب الشرايح بتاعتها إيه لأن من غير المقبول أن يكون هناك مصر أفلات بتمشي على الكل كنسبة لأن هناك تفاوت في الدخل ما بين شخص وآخر ده فيما يتعلق بدرائب الدخل على الأفرار فيما يتعلق بقى بدرائب الشركات درائب الشركات دي جزء كبير جداً منها متعلق للأسف يا إما بتهرب ضريبي يا إما جزء آخر أنه هو سوق غير رسمي أنا عايز أدمجه خاصة الشريحة بتاعته كبيرة نقطة أخرى أيضاً في مشروع الموازنة الجديد وهو أن مجلس الوزراء أضاف أنه 50% من إرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر هل الرقم أيضاً ده رقم مقبول نسبياً؟ هو بالتأكيد ده بدأ يتم بالفعل صفقة رأس الحكمة الصفقة دي هي الصفقة الأكبر في تريك مصر حوالي 150 مليار دولار منهم الدفع المقدمة كانت 35 مليار دولار هو الدخل الصافي للدولة المصرية حوالي 24 مليار دولار ومنها 11 مليار دولار تخفيض من الدين العام فبالتالي متمثل في الوضيعة الإماراتية فبالتالي أعتقد أني وفقاً وسياسة ملكية الدولة النهاردة ده جزء مهم وده أشارع إليه النهاردة السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بالمناسبة فيما يتعلق به دول القطاع الخاص الدولة النهاردة بتتخرج من بعض الأنشطة وده مهم جداً ونحن بنتكلم على موازنة العامة للدولة لأن الموازنة العامة للدولة بتتعامل برضو مع الشركات المملوكة للدولة يعني جزء من إرادات الدولة اللي هي الشركات اللي هي بتديرها الدولة نفسها فبالتالي النهاردة في شركات الشركات دي أنواع منها شركات بتخسر ومنها شركات بتكسب ولكن مش من المكسب اللي هو المهول يعني فبالتالي محتاج أن يتبصلها بشكل مختلف الشركات اللي محتاجة دعم إداري وتطوير إداري وأنا لو طورتها أقدر أن أنا أحصل على إرادة بشكل كبير منها وخاصة لو كانت بتتعلق بأنشطة استراتيجية وقطاعات استراتيجية ما يقدرش القطاع الخاص يطول فيها لكن فيما يتعلق بشركات هي ممكن أن أنا أستغني عنها وبيعها وأطلع منها بمقابل مجي العائد المقابل المجي بتاعه أقدر أخفض منه الدين العام أعتقد ده هيكون لي مرضود اقتصاد كبير خاصة لأنني أخفض الدين العام معناها كمان أخفض خدمة الدين متمثلة في الفوائد فبالتالي بيكون ليها تأثير على استدامة نقدر نقول استدامة الموارد الاقتصادية اللي بتجيلي أن أنا أقدر أنفق منها في مجالات أخرى زي الصحة زي التعليم زي البحث العلمي اللي هو جزء مهم جدا البحث العلمي النهاردة الإنفاق عليه ده جزء مهم جدا في نقطة أخرى الإنفاق بلد 50 مليار في الموازنة الجديدة وكان في الموازنة السابقة كان 30 مليار الرقم ده جيد لأنه 50 مليار في بلد يعني بتفكر في التصدير بتفكر في إنتاج صناعة بتفكر في صناعة بتفكر في تطوير الزراعة هل البحث العلمي بالنسبة لبلد بحكم مصر محتاجة تزيد من مواردها هل الرقم مقبول ولكن محتاج لي نظر بشكل أكتر أعتقد الرقم غير مقبول ولكن هو اللي بيحكمنا النهاردة اللي بيحكمنا النهاردة أن أنا عندي إرادات وعليا التزامات فبالتالي لما بنيجي نشوف البحث العلمي يعني والتعليم والصحة فبالتالي حتى هو باين حتى في طريقة توزيع النفقات يعني لما بنشوف أنه هو أكتر بند مصروف عليه التعليم حوالي 769 مليار جنيه يليه مثلا الصحة الصحة حوالي 516 مليار جنيه لما شوف 516 مليار جنيه هي كانت كام قبل كده هنرجع نقول بقى إيه الدولار هو اللي زاد ولا احنا زودنا قيمة القيمة ولكن هي في النهاية أنا عندي حصيلة إرادات وعندي التزامات ونفقات فبالتالي أنا يا إما أزود الإرادات يا إما أخفض النفقات أنا في رأيي أن أنت محتاجة تعملين الاثنين محتاجة الاقتصاد يقوم بالاثنين أنا محتاج النهاردة أن أنا أنامي الإرادات بتاعتي وفي نفس الوقت عندي قطة تقشفية لتخفيد النفقات الغير ضرورية لما استغني عن الكتاب المدرسي اللي هو بيديني 3 مليار جنيه معظم الطلبة واتحدك لو في طلب بيستفيد منه يبقى أنا خفض 3 مليار جنيه لما تكلم على دعم صدرات موجه بحوالي 40 مليار جنيه وفقاً للموازن العامة للدولة طيب هنا السؤال أنا هدعم التصدير في دول بتدي دعم للصدرات بشكل كبير زي تركيا وهي منافس قوي بالنسبة لنا طيب تركيا تركيا هقول بس مقارنة ما بيننا وما بين تركيا في كام بند أحنا بنصدر تقريباً بحوالي 42-43 مليار دولار سنوياً تركيا بتصدر بحوالي 255 مليار دولار لو هنتكلم على قطاع من القطاعات القطاع الغزل والنسيج والملابس الجهزة مصر بتصدر مجتمعة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجهزة وخد يبالك تصنعها متوطنة في مصر بتصدر بحوالي 30 مليار دولار سنوياً المقاصر التانية يعني تركيا بتصدر بحوالي 30 مليار دولار فأنا بالنسبة لي حصولية التصدير هل بتدخل داخل الجهاز المصرفي الإجابة لأ ما اللي بتروح فين؟ سوق غير رسمي قبل تحريص على الصرف لأن الناس دي ما كانش هناك ضابط وده كان تصريحات السيد وزير المالية هو صرح بده ورئيس الوزراء كمان أن الفترة القادمة ستشهد أنا مش هتدي لك دعم صدرات إلا لما تنزلي عن العملة الدولارية يعني معلش من كلام حضرتك مشكلة مين؟ مشكلة الشعب ولا مشكلة الحكومة ولا مشكلة من يدير المؤسسات؟ مشكلة التخطيط باي يعني أنا في رأيي أنا مشكلة تخطيط والتزام بالقوانين أنت النهاردة أنا هتدي لك دعم صدرات بيتنزلي عن العملة الدولارية لأن أنا محتاج أعمل تثبيت لسعر الصرف من خلال ما اطلعت على الموازنة العامة الموازنة العامة الجديدة هل أنت شايف فيها أي اختلاف عن موازنات سابقة تؤدي إلى انفراجة رؤية مختلفة نجاح في الخطط والمشروعات المستقبلية هل فيها ما يؤدي لأي نوع من أنواع الاختلاف عن ما سبق؟ بخلاف الأرقام زادت تلاتين في المية واربعين في المية لا لا ما فيش اختلاف بشكل كبير لكن احنا محتاجين آليات لتطبيق ده يعني محتاج آليات لتطبيق ده النهاردة في عندي عجز للموازنة العامة للدول ازاي الحكومة الجديدة تقدر تتعامل مع العجز ده ازاي انها تقدر تنمي إرادات الدولة ازاي انها تقدر تخفض المصرفات يعني لما بنقول النهاردة أنا محتاج آلية محتاج يعني نقدر نقول خريطة قدر اشتغل عليها سياسة معينة قدر نتبعها بحيث انها تقدر تزود للإرادات وتخفض المصرفات هي الفكرة مش ان انا عندي شوية إرادات بخصصها على شوية مصرفات ان انا هو طبيعي جدا يكون عندي انفاق على التعليم انفاق على الصحة انفاق على البحث العلمي ده ده طبيعي لكن انا بيحكمني ايه بيحكمني الإرادة اللي جاي لي فهي الألية النهاردة محتاجة تغييرها هل تغييرها هو وظيفة وزارة المالية فقط لا طبعا هي وظيفة الدولة بشكل كامل يعني كل الوزرات البنك المركزي بسياساته النقدية الحكومة بسياساتها المالية فبالتالي التناغم ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية اعتقد انه هيكون ده هيبان في قليات الحكومة الجديدة استاذ بلال شعيب مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية شكرا جزيلا لوجودك على شاشة بي بي سي من وحي التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ترح هذا الموسم الدرامي بشهر رمضان مسلسلا بعنوان اعلى نسبة مشاهدة والذي تناول حبكة درامية حول تأثير السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضي على الحياة الاجتماعية لنموذج من الاسر المصرية وكيف غيرت من اسلوب معيشة الاسرة وانعكست على مصائر افرادها وحول الفكرة واستلهامها ومعالجتها الدرامية يدور حواري في هذه الفكرة اعلى نسبة مشاهدة سامر طاهر اهلا بيك هل كنت تتوقعي هذا النجاح لاعلى نسبة مشاهدة اسمع لمسامر تقليدي كنت متوقع نجاح لانه عارفة انه فيه عناصر نجاح وفيه صدق في الكتابة وفي كل المراحل بس برضو هو حقق نجاح اكبر من تخيلته وخاصة انه في رمضان مع هذه الوجبة الكبيرة قوي تخيلت انه هو هيبقى مشاهدته اقل من كده بشوي ففجئت منه كنت كتباق 15 حلقة ولا كنت كتب على اكتر من 15 حلقة لا هو كان من الاول هو انه هو يعني مسلسل قصير 15 حلقة فده كان معروف من الاول ولو انه بعد كده يعني وانا اثناء الكتابة وحتى بعد العرض الناس قالوا كان ممكن يبقى اطور بس اوه بس ما حبناش برضو نمط يعني فكده هو مكسر بعد التعليقات كانت ايه انه زمان كانت الكتابة هي اللي بتحرك المجتمع دلوقتي السوشال ميديا اثر على انك تقطبسي منه او الاحداث اللي بتحصل فيه انقلها على التليفزيون ده مظبوط هي بقت جزء من المجتمع وهي اكيد هي محرك لاشياء كتيرة ومحرك كمان مش للدراما بس لحتى الدراسات يعني الدراسات النفسية والاجتماعية ما هي هتلاقي فيه دراسات كتيرة جدا على السوشال ميديا من 20 سنة وكانتش موجودة وبرضو انا حب اقول ان المسلسل يعني السوشال ميديا هي مش حالية هي محركة الاحداث بس هي مش الاصل هي مش السياق هو في الاخر مسلسل عن بشر وعن علاقات اجتماعية وعن البيت ده اللي بيستمات دي اللي فيه المشكلات دي تعريقتي بتيك توك قد ايه لغاية ما كتبت المسلسل انا اصلا مش من متابعين وقوي علشان انا مش ضده هو فيه حاجات لذيذة قوي وفيه حاجات وكمان عايز اقولك حاجة يعني هو فيه محتوى هادف زي ما بيقوله يعني وفيه محتوى حتى لو بسيط او تافر هو حلو برضو لان التفاهة دي مطلوبة احنا محتاجين نتحك ومحتاجين نشوف حاجات كده مالهاش معنا بس ليها في الحقيقة معنا وانا بس كان انا شخصيا تفضيلي لسوشال ميديا بخاف من الفيديوات القصيرة لان هي بتعمل حالة من الاعتمادية يعني وفي شايفة فيه ناس حواليا كده ما بقاش حد عنده صبر يشوف شيء اطول حتى حلقة مسلسل نص ساعة ما حدش عنده قدرة تباعة من كتر السرعة صح نحن بعود على صح تقليل الانتباه جدا بس احده متغير احنا لازم بنجري وراه احنا مش هنقدر نوقفه بس التريت طبعا نتابع جامد قوي ما انا بكتب يعني وشخصياتك اللي رسمتيها جزء منها من التكتوكر اللي موجودين في المسلسل دي شخصيات انت شفتيها على الحقيقة ما شفتهش 100% لانه حقيقي لا مش حقيقة ان انت عملتي معا بشكل شخصي لكن شفتيها على التكتوكر ولا شفتها 100% لانه هو فعلا مزيج من الخيال وهو نسبته اكتر وفيه جزء من لمحات وزي اي حاجة زي ما انا بعمل يعني لو مسلسل تاني عن ناس تانية عن مدرسة عن اي حاجة تانية من اللي بشوفه وزي اتخيال بقى كتير مزاود من السوشال نيديا هل فيها مهمة الطبقية بمعنى ان انا في نفس المسلسل انا فيه ناس بلوجرز معروفين مشهورين من جايين من طبقة اجتماعية مختلفة ماديا كمان قابلهم عادي جدا في المجتمع مهما عملوا لبسوا حفلة بيغنوا بيرقصوا محدش بيقرب لهم حتى الاعلام لما انت صلقت الدوق ده في المسلسل في الاعلام اعلام ما قربش حفلة حفلة هل السوشال نيديا كمان بتاخذ على التبقية داخل المجتمع جدا وده كان يعني محور مهم جدا انا عايزة نقشه اولا فيه تحيز ضد الفتيات عموما يعني لو فيه غلطة وحتى يعني فيه جملة حوار على لسان المحامية قالتها اظهرت في حلقة انه المجتمع انا بتكلم عن الادانة الاجتماعية مش القانونية القانونية بتدين لو حد اخطأ او تحرش او الشخص اللي اعتاد على واحدة بيحبها علشان ثابته الناس بتقول ساعتها ما تدعوش مستقبله القانون بيحكمه بس المجتمع بيبرق لو بنت طلعت رأسة او غنت المجتمع بيدينها كأنها هدمت كل شيء فده اولا تحيز ضد الفتيات والطبقة دي يا رب تكون يعني دي اول لير او طبقة طبقة الاخرى تحيز ضد الطبقات الاقل لانه بالزبط وبرده دي جملة حوار حصلت يعني انا كتبتها انه لو حد عمل حاجة في السحل الشمالي او في مصر اللي هي الاعلى تمام طاقة ايجابية لو حد قال لا ارجع للأهل انت دخلتي في تفاصيل او عمقى انساني للشخصيات للأب للأم للبنات للتلاتة الاخوات بشكل كبير جدا انت درس يعني ليك علاقة بعلم النفس درستي علم نفس سماعتي مشاكل للبنات بجد لانه انت جسدت حتى وان كانت مش للطبقة الاجتماعية بس اغلبية الشكاوى بعد ما الناس بدأ عندها وعي بدأت فيه افتاح اكتر للقرية للمعرفة بدأوا يتكلموا بنات بالذات عن مشاكلهم مع الامهات ازاي كانوا بيتربوا بيتعاملوا فكرة الرفض وعدم القبول والضغط والخوف فهل انت درسة ده او ده لمسك بشكل او باخر مش درسة طبعا بس ارية كتير وبكتب كمان للاطفال وبكتب كمان فده كتابة الاطفال كمان فيها جزء حساس جدا فبيخليني اقعد اقرأ واشوف ازاي كمان اقدم حاجة يعني فكرة بطريقة غير مباشرة فوحنا دلوقتي بعيدا عني انا كمان عندنا طفان من المعلومات الخاصة بعلم النفس والتروما ما كانتش ما كانتش من عشر سنين معروفة وهي فيها حاجات مبالغ فيها بس فيها حاجات كتيرة فالد في ارض الواقع واحنا حتى من زمين اهلنا بيقدروا من غير ما يبقى عندهم يعني علم يعلم كبير بالاشياء دي بس بيقدروا يقولوها بطريقة بسيطة انت فرقتي بالوسطانية مش واخدة بالك منها هي مش شبهك فانتي مش حبيها انت مش شبه مامتك مش حلو زي مامتك يعني الكلام اللي كان متداول ده وهي فعلا وحتى اختيارة ممثلة يعني هي حتى شكلها الانتصار اللي هي الأم أقرب للفرح يوسف وليلة زهر فده ده غير ده ما قلناهوش في جملة حوار بس هو بين المشاهدين استياق القصة انه دي اللي مش متعاطفة معاها اللي مش شايفها كلامها معصول زي صغيرة ولا عقلة زي كبيرة فانتي أنا عندي خيبة أمل فيك وعندي خوف عليك لاني ما تدربتش عبر عن الحب بطريقة كويسة فعبر عنه بطريقة الخوف والتهديد فالنتيجة كده يعني جزء تاني داخل نفس الأسرة هي الكره ما بين الإخوات اللي بان بشكل كبير جدا من الأخت الصغيرة للأخت الوسطى يعني وتسبب لها أكتر يعني سبب لها أكتر بدمار أو تأثير نفسي هل انتي أصدت النوع ده من الكره وهل ده لمستيه في الحياة شفتيه انه الإخوات ممكن يوصلوا للكره وللأزية بوسي الحمد لله ما لمستوش في دوار قريبة بسمعت عنه وهقولك حاجة هل ده بيخضع للمستوى الاجتماعي برده لأ والله يصدقين ما أظنش لأن في أسر مثلا سرية جدا وبيحصل فيها فرقة كبيرة بين الإخوات مثلا واخناقات كبيرة وبتوصل لنا وبنسمع عنها وعايز أقولك أنه أنا دخلة أكتب ما عنديش تصور للشهيئ النهائي اللي هوصل له لأني برسم الشخصيات كويس وحقيقي حقيقي الشخصيات بتحدد مصيرها لأنها صوتها بيبقى أعلى من صوتي لما أنا بكتب هي بتقودني هي كانت فعلا البنت أنا مش بدينا مش بقول لأنها شريرة صغيرة هي غيورة جدا عايزة تظهر عندها شوية مهفوفة كده شوية لما مع يعني الأحداث تطورت خدت هي منحنة ما كانش سليم بس قبل كده الناس مكانتش كرهيها وده بيحصل أحيانا أنه مع مع معقضة الشخص بيبين مش بيبين على حياته هو بيبين سمر اختيار الممثلين أنت كنت شايفاهم وانت بتكتبي أنت عايزة انتصار للأم عايزة سلمة بوضيف للبنت البطلة ولا لو انت بتكتبي ما كانش ده في بالك قوي وتفاجئتي من المخرجة بالكلام مع بداية الكتابة ما كانش في بالي ولا حد خالص بس أنا بحب ده معلومة كانت واحدة بحب سلمة بوضيف قوي بحس نقوش مصري والناس بتتعاطف معاها وبحب بقى قوي بصدقها وبدأت أكتب المخرجة كانت كل شوية بتتناقش أو بتقول لي على فكرة الأمة تبقى انتصار على فكرة بقى أفرح جدا وخلاص من أول هنا ببتدي وأنا بكتب أنا شايفها تماما ولما عرفت بقى أنها سلمة برضو بسط قوي وعلى أقوة في نص الكتابة كده كنت عرفت معظم الناس فكان خلاص هما لحموا دم قدامي طب حاجة كمان كانت في العمل وهي اللكنة اللي استخدمت أو طريقة النقط اللي استخدمت بعد علق عليها في البداية خالص أول عرض المسلسل أنه انتو بتتريقوا وانتو بتعترضوا على الناس بتتكلم بالطريقة دي هل ده كان مقصود ولا مش هي دي النقطة ده مش نوع من الاعتراض على طريقة دي الكلام لأ ما كانش مقصود خالص كان كلام يعني مكتوب عادي ومخرجة برضه يعني لما نزلت في الأماكن دي ولقيت ناس بيتكلمهم بطريقة معينة وجابت حد حد من منطقة دي ودرب فعلا سالمة بوديف وهو فيه ناس اللاقيت كمان أحب أقولك إنه ليه طريقة سالمة وليلة غير مسلا مامتهم وباباهم يعني هم يعني هو ده بنلاقيه فعلا في الواقع كده إنه حتى في كل طبقات الاجتماعية بيننا وبين جيل أبنائنا أو جيل أبقنا تحسي كل حد ليه اختلف كده مصطلحاته والحاجة التانية مثلا حد زي ليلى بزدات عايزة أقول عليها إن هي فعلا مش عايشة في الواقع معاهم هي عايشة أكتر في العالم الافتراضي فهي الواحدها كده شخصية من العالم الافتراضي النهاية كانت البعض ممكن ما كانش حبيبها لأنها يمكن الواقع كان أكثر إلاما لكن المسلسل كانت سجنة قالة كان سجنة بدرجة معقولة كان موضوع مخفف أكثر مخفف لكن الأغلبية كانوا حابين إنه لا ما يكونش في عقاب في النهاية كفاءة عقبت على مدار الحزن والقلم واللي اتعرضت له طول الحلقات كفاءة عليها كده إنتي شايفة إنه كانت تنتصر للخيال أكتر من الواقع ولا للواقع عن الخيال كانت في الكتابة فأنا كنت في فترة شايفة إنه هي بريئة وشايفة فعلا هي بريئة ولكن لما فيه يعني طبعا المسلسل هو فعلا ضفيرة من الواقع والخيال فلما وصلت لمرحلة إنه هي لما هربت من البيت وتورطت ودي حتة مهمة قوي مش تحذير بقى تحذير لنا كلنا إنه أحيانا بسلامة نية بتتورطي في حاجات فهي في رحلة المسلسل كلها كانت بريئة كانت بتعمل حاجات أهلها رفضينها ولعيب هنا من أهلها إنه هما رفضين حاجات يعني عادية وعفية نوع من الكبت فالخوف منهم ورطة في حاجات أكبر الجزء خاص بالتوريد في شبكة أكبر أو حاجة فيها اتجار بالبشر يعني فيه مستشار طبعا قانوني للمسلسل وكان لازم يحصل كده وإحنا فعلا لعبنا في حتة بين الإكستريم بتاع الخيال والمثالية وإن إحنا البنت بريئة وإحنا بنحبناها وبين الواقع اللي حصل واللي هو إنه فعلا فيه إدانة قانونية لكده كان فيه إدانة مجتمعية جديدة قوي بس بعد عرض المسلسل وإنك وريتي الجانب الآخر من الشخصيات دي ممكن يكون عامل إزاي فده إدن نوع من التعاطف بدل ما يكون فيه أحكام مسبقة على البنات بالزبط كده يعني أنا ضد الأحكام المسبقة وحاسة أنه ده وصل للجمهور طبعا فيه طرف مختلف من الأراء يعني انتقلتي للسيناريو زي أنا درست إعلام من باب إنه أقرب حاجة فيها صحافة وفيها حاجات لإني أنا عايزة أبقى كاتبة وعايزة أكتب وفعلا بدأت بكتابة صحفية عملت ماجستير في الإعلام كمان وكان موضوع الأخبار ويعني في موضوع أكتر تدفق الأخبار الدولية وكده وبعد كده بدأت أكتب للصحافة بمختلف أنواعها كل شوية بجرب رافض بأمن روافض الكتابة دي يعني كصة قصيرة وكتبت الأطفال كتبت أدب ساخر وجيت في لحظة حاستي أنه كمان عايزة أقدم دراما فوقفت تاني ودرست تاني في أكاديمية رقفة الميهة للسينما وبدأت أكتب كمان دراما انتي كتبت ورش الأول مظبوط كتبت في فرق كتابة بالضبط زي مسلسل مثلا هذا المساء وورق التوتو وأشياء كتيرة تانية يعني انتي شاركت في عمل هذا المساء حال التجربة كانت مختلفة وانتي بتكتبي في ورشة في ورشة كتابة وانتي مسؤولة تماما عن العمل فيه فرق كبير في الاثنين آه فيه فرق كبير مش بالسلب ولا الإجابة وكل حاجة ليها تحدياتها يعني والكتابة يعني أنا شايفها الأقرب ليها للذاتية انك انتي تبقي ملكة لشيء تعمليه لأنه بتاقي الوارش كمان ممكن كل كاتب ليه انتبعاته عن الشخصيات ليه رؤيته ليه أفكار بالزبط كده بالزبط كده بس مش معنى كده انها تطلع دايما عشان فيه دايما انتقادات ليه بس مش دايما هتطلع عمل سايق بالعكس فيه عمل يعني أنا معتزة جدا بهذا المساء كلنا مختلفين انه أعضاء ورشة الكتابة أو فريق كتابة وفيه رئيس للوارشة وفيه مخرج لرؤية وهو كمان كاتب قصة وكلنا كنا على قلب رجل واحد وكلنا كنا يعني درسنا الشخصيات لدرجة أنا لما بكتب بشخصيات فلان غيري بيكتبها بنفس طريقة وهي تحدي يعني هو أكتر تحدي بس هو ممكن نطلع منه بيحتاج جهد عشان نطلع منه يعني الوارشة بتاخد وقت أطول أو جهد أكبر من ككاتبة لوحدك للعمل هي بتاخد وقت investment أو smart في ان احنا نبقى لينا نوحد الأصوات لكن بعد كيها بتبقى أسرع لأن فيه أربعة بيكتبوا ففيه أربعة حلقات بتطلع في وقت معين لما بكتب الوارشة كل حاجة هنا سهل أنا عارفة كل حاجة ممكن أتناقش مع مخرجة بس ما فيش كتاب تانين فبالتالي هبقى أسرع بس فيه جهد أكبر لأن أنا اللي بطلع حلقات عندك أي خطوات قادمة بعد يعني أعلى نسبة مشاهدة هل ألقك شوية من الكتابة بعد كده هتعملي إيه النجاح الكبير اللي حققه المسلسل إلى الآن أو حققه حقيقي المسلسل هل عندك تخوف من اللي جاي بعد كده مش تخوف بس لهو نظرة نظرة يعني وقوز كده ونظرة لأنه قبل كده عندي مشاريع كتيرة وبدأتها وبحب أكتب كوميديا مثلا جدا فعندي كده توقف لاستيعاب الموقف وأشوف إيه الخطوة الجاية بس يعني إن شاء الله عندي حاجات كتيرة وعندي فيلم اسمه النزيل يعني أنا كاتبة كذا فيلم بس فيه سيناريو فيلم اسمه النزيل كان أخذ جايزة صويرة جايزة صويرة وده يعني ده فيلم قريب قوي لي ونفسي قوي أستثمر الفترة الجاية دي في أن أنا فعلا إزاي أعمل خطوة أنه فيه مخرج مناسب يبقى السينما ويبقى أنه فعلا يطلع للنور يعني لسه في أول موضوع شكرا لوجودك سمر طاهر مؤلفة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة شكرا جزيلا لمشاركة على شاشة بي بي سي شكرا وشكرا لكم مشاهدين الكرام من تحت حلقة هذا الأسبوع من بتوقيتي مصر بإمكانكم مشاهدة الحلقة كاملة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببي بي سي نيوز عربي شكرا لكم مرة أخرى والشكرا لفريق عمل بتوقيتي مصر لكم تحياتي نسمى السعيد اشتركوا في القناة